الحديث من بعض المسؤولين في إسرائيل بأن هذه الهدنة لأربعة أيام وقد تمتد في حالة زيادة خروج عدد من المحتجزين أيضا لدى حماس ولكن سيعودون بالتأكيد إلى المعركة هل بالفعل إسرائيل ستعود بعد الهدنة أيًا كان حتى لو تم تمديدها هل ستعود إلى المعركة مرة أخرى؟ ده أكيد يعنينا عندنا حالة عدم يقيم في حاجات كتير لكن ده أكيد ليه؟ لسبب لاستكمال الأهداث هو دلوقتي فيه هدف كان ناوي حققه بالقوة حققه بالتفاوض والكتلة بذات الكتلة المتطرفة عدت الموضوع على فكرة يعني أن ناخد ده بالتفاوض أو مزيد ما بين القوة الخشنة والتفاوض على أن يبقى موضوع التخلص من حماس أو على الأقل منعها أو تقليل قدرتها على إعادة حكم غزة ده مش ممكن يترجع ليه بس المفاوضات مستمرة منذ أيام أو منذ أسابيع بوسطات وقد تكون غير مباشرة ولكن في النهاية إسرائيل تتفاوض مع حماس ثم بعد ذلك تقوم للقضاء على حماس؟ مهداء هو يعني النزول من الشجرة حصل أكثر من مرة منها إن دخلت المحروقات الوقود آه هو كان مرفوض تماما من جهب إسرائيل وفكرة التفاوض مع حماس كان مرفوض تماما ففي الأخير لا إنه هو هو حطت ثلاث أهداف بس فيه هدف رئيسي راح به العملية اللي هو القضاء على حماس ثم جاء الأسرة ثم جاء هدف فكرة أن لا تمثل غزة تهديد في المستقبل يعني من حماس ولا من غير فبالتالي لما راح ينفذ ده بالسلم البندل التانيين مينفعوش يتنفذوا بالسلم إلا في حالة واحدة إن تطلع حماس يقول يا جماعة أنا متنحيا على الحكم مش هحكم تاني وإن السلاح المقاومة ده ده سلح الجيش الفلسطيني وتيجي تستلم السلطة هذا المخرج ده من وجهة نظري ده المخرج السلمي والسلمي الوحيد وإن المبادرة دي المجموعة العربية والإسلامية مع الأطراف الدولية الفاعلة تضغط به الأساس في العمل العسكري أن تقوم بما لا تقوم به السياسة السياسة لو السياسيين قالوا لهم لا يبقى في الحالة دي ما هو العسكري مش منتخب السياسي هو المنتخب السياسي لو رجع يبقى يسقط سياسي يسقط في عين مؤيدي المشكلة أكبرت من كده أنه هما من بداية الموضوع صوروا الموضوع بل بلغوا لحد كبير في فكرة أن حماس تمثل تهديد لكيان الدولة فدي نقطة يعني الصلاة اللي بيختلفوا في أشياء كثيرة أكتر ما أحلم نختلف بس النقطة دي بيختلفوش فيها متعلق بكيان الدولة زي ما أحنا شوفنا الكابنت الكابنت عند الفراج عن الراهان تلاتة بس اللي اعترضوا منهم سموترش وبينجفين واحد تالي مع العلم اليمين الديني صوت لصالح نتيجة فتوة حخام قال لك إن ده يعني الطوراء لك يعني من أحيا يعني النفس أو أنقذ نفس وهكذا فبالتالي الكتلة اللي اتحدت على فكرة التفاوض من أجل الأسرة نفس الكتلة بل حتزيد يعني حابقى فيها سموترش وبينجفين هتبقى مية في المية مع استكمال عملين وبنفس الأهداف بنفس الأهداف طيب ولكن سيعوب مرة أخرى للتفاوض على بقية المحتجزين لا من أخذت الفرضية إنه حيكمل في نفس الاتجاه يعني أربعة فاربعة حنقول حيبقى فاضل مية وتلاتين يعني مثلا لو قلنا لو قلنا تقريبنا هم مية واربعين ومات اتنين تقريب المهم حيفضل مية وتلاتين مية وتلاتين دول لو كل عشرة إده هدنة يوم يبقى معنا تلاتتاشر يوم زي التمانية يبقى معنا واحد وعشرين يوم الواحد وعشرين يوم دي الحد الأقصى للهدن ولا تجزر ده القانون ولا ده لا ده حزبة لو افترضنا إنها ماشية متجانسة وما فيش أي عقبات يعني سلم الأربعة وخد المية وخمسين ثم سلم أربعة وخد مية وخمسين بقى فيه تلاتمية خرجوا من السجون وتماني رجل بعد كده حيقول لك عايزين هدن يوم طب هات عشر وخد تلاتين هات عشر وخد تلاتين فكل عشرة ها يضي يوم بس ما تكونش مقطوعة لإن لو رجعنا للقتال عباد ما نعمل مبادرة نحن نعود شارتين ده أخصى حد بنفس الميكانيزم بنفس الأليات وحن افترض ولكن إذا يعني استمرت حماس في هذه الفكرة يعني ما الأوراق التي في يدها ممكن أن تضغط بها ما هو لازم في الأخير تسيب أوراق من العسكريين وخاصة أن معهم رتب كبير مفروض عشان توصل اللي هدنة أطول يعني من شرطة تبدل عشرة بتلاتين أو عشرة بيوم ممكن واحد تقولك هتدونا إسبوع مثلا وهكذا أقولك حماس بتعمل حماس زي ما احنا بنتعذب من مناظر المدنيين والموضوع بقى حرج نقص حتى في الماء الشرب ماء الشرب وفي الطعام وفي كل شي ده اللي ضغط على حماس أكثر فهي الفكرة أنه عايزة متنفس والمتنفس ده يبقى عندنا بفرصة كدول داعمة أن نحن ندخل إندادات الناس مرهقة لكن ما هيش عملها عشان تاخد سلاح أو تاخد زخيرة ما فيش يعني ما فيش وقال من وجهة نظري إن تثبيت القوات في مكانها حيمنح حتى حماس منها تنقل قوة من منطقة لمنطقة وفي بنود الهدنة الإنسانية إن من الممكن أن تنزح من الشمال الجنوب لكن مش من جنوب الشمال طب ممكن واحد تقولك طب ممكن حماس تنزح من جنوب للشمال هينزح كمواط أنا أقصد أن